نروح مرة تانية لملع مبراوة وزميل نشريف شعبان ولقاء معك كابتن خالد جلال مدير الفني النادي البنك الائلي تفضل يا شيف تعطي لك كابتن ايمن ولديوفك ولكل متابعه ومشاهدي شاشة قناة النادي الائلي في كل مكان مع مدير فني الخلوق الكابتن خالد جلال المدير فني الفريق البنك الائلي بقول لك أهلا بك عشان قناة النادي الائلي وتحدي كابتن ايمن شاو وديوفه نهاردة مباراة قوية جدا لفريق بنك الائلي حذرت من خطورة برستاو ومكسوني يمكن ما حسناش بيهم طوال الشرط الأولاني وقلت لعيبتك على قد ما تقدروا ما يخش في نوال بدري ونفست كل اللي انت عاوزه في الشرط الأولاني برحب بيك وطبعا الكابتن ايمن شاوي حبيبي طبعا برحب بيه وضيوفه الكرام طبعا بقول الحمد لله رب العالمين على الأداء بتاع الفريق النهاردة أداء كويس على مدى الشرطين احنا عملنا سيناريوهات للبداية يمكن ان انا غيرت من الطريقة النهاردة قفلت على السلاسة اللي بيلعب فوق طبعا عندهم سرعات فانا قفلت وإلى حد كبير جدا انا حدت من خطورة هذا السلاسة الشرط الأولاني يعني حنقول فرص النادي الآلي كانت آه فيه السحواز ولكن وضع وكانت الخطورة كرة اللي احنا ضيعناها بتاعة باسيوني اللي جات في القائم فرصة كانت أكيدة لو احنا بس استغلينا لجمات المرتدة لكن احنا كنا متأخرين قوي لو استغلنا الجابة بتاعة يعقوبه وهلال الشرط الأولاني بشيء من الضقة بس في الأخيرة كنا ممكن نوصل لجول النادي الآلي ودي اللي انا كنت بلعب عليها الشرط الأولاني شرط تاني طبعا النادي الآلي ابتدى يزيد من الضغط بتاعه ده وضع طبيعي كنت انا عمل سيناريو نزلت أسامة ومعروف برضو يعني الجول غلطة طبعا بس يعني بعد الجول انا لقيت النادي الآلي غير طريقته من ثلاثة لأربعة اتنين ثلاثة واحد وانا رجعت لنا كمان لطريقة اربعة اتنين ثلاثة واحد هي لعبة شطرنجة على فكرة يعني طبعا طبعا فالحمد لله احنا بعد الجول كنا احنا يعني نص ساعة دي كنا احنا الأفضل من وجهة نظر ان احنا ضيعنا جولين ثلاثة كانت كفيلة ان احنا ان احنا نتعادل على الأقل يعني كرة حمدي فتح بس اللي فقاء لكن غير كده احنا كذا فرصة لنا كالنادي الاهلي طبعا يعني برضو تراجع شوية واحنا كنا عندنا النزع الهجومي مع التغييرات قعود وموسى واسامة فيصل فضغطنا على النادي الاهلي وكنا ممكن ان احنا نجيب التعادل لكن بقول في النهاية قدر الله ما شفى الحمد لله نتيجة الحمد لله مرضية يعني مع النادي الاهلي وبين يعني يعني احنا عملنا كل ما في وسعينا ان احنا نطلع باللقاء كافضل نتيجة لكن بقول للعيبة لعيبة رجالة النهاردة ان شاء الله عندنا ماتش الاسماعيلي ماتش جامل جدا الماتش اللي جاي احنا الجدول بتاعنا ماشا الله يعني جدول هو الدوري كله صعب على فكرة فما فيش ما فيش هتلاقي نتائج صعبة جدا فان شاء الله مستعدين وحنا السعيد لي بنقول في النهاية هرد لك للبنك الاهلي مبروك النادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي افضل بإذن الله شكرا شكرا كابتن عيما انا كان نقادنا مع مدير فان البنك الاهلي عقف فوز النادي الاهلي على الفريق البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء من يوم مبروك لحضرتك من يوم مبروك لديوفك من يوم مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي سلاس نقاط يضافوا إلى رصيد النادي الاهلي يا رب بإذن الله موسم خير لجماهير النادي الاهلي وانتوق ببطولة محبابة بطولة الدورية العام عود لك من جديد تفضل